السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم بسام الشمع أول إنسان في تاريخ البشرية قدر أنه يطير بساروخ بشري كان رجل مسلم عبقري عالم جميل اسمه لكري حسن شلبي أو لجاري حسن شلبي لكري أو لجاري حسن شلبي اخترع ساروخ له سبع أزرع أو سبع أجنحة حط فيه خمسين أقية من معجون البرود وكان في احتفالات موجودة في تركيا لأنه هو تركي في مساء ولادة بنت السلطان مراد الرابع لأميرة كايا وانطلق لما تم إشعال هذه القذيفة أو هذا الساروخ البشري وأصبح أور كتير زي ما بيسموه في الغرب في تاريخ البشرية وثق وأكد هذه القصة الرحالة الشهيرة أولية جلبي أو أولية جلبي اللي كتب كتاب رهيب جدا اسمه سياحة نامة والراجل ده كتب كتاب كبير جدا عن مصر في سياحة نامة وسما سياحة نامة مصر وده تم ترجمته في دار الوثائق القومية هذه الرحلة اللي طلعت في الهوى ورد التاني بعد ما البروت خلص ونزل في المير إنه هو كان عامل أجنحة برضه وراه كده وراه ظهره ونزل بنفس فكرة البراشوت أفليا شلبي بيقول لنا في كتابه سياحة نامة عن لكاري حسن شلبي هذا الرجل العظيم في مساء ولادة بنت السلطان مراد الرابع الأميرة كايا وقيمة أفراح ذبح العقيقة وكان حسن لكاري قد اخترع قذيفة ذات سبعة أزرع تحتوي على خمسين أقية من معجون البارود وبيكمل أفليا شلبي في كتابه سياحة نامة عن الاختراع الذي هزى العالم وما زال لكاري حسن شلبي ويقول تحتوي على خمسين أقية من معجون البارود وقام من داخل قصر السلطان بركوب هذه القذيفة ثم أشعل معاونوه في تيل القذيفة وانطلق إلى السماء ثم أشعل القذائف الأخرى التي كانت معه فنشر الأضواء في السماء وبعد نفاذ البارود بدأت القذيفة بالتوجه نحن والأرض وهنا نشر أجنحة مثل التي كانت معه ونزل على البحر قرب قصر سنان أشا ثم أتى إلى حضرة السلطان عمل إيه بقى حضرة السلطان بعد هذا النجاح العظيم وهذا الإبهار من لكاري بيقول لنا فليا شلبي وقد أنعم عليه بكيس من الذهب وسجله ضمن صنف السباهي في الجيش الانكشاري مجموعة السباهي دي يا جماعة السباهية دي دي فرقة خاصة في الجيش على أعلى مستوى بياخدوا المخاطرات فرسان أقوية جدا وده يعتبر تكريم كبير جدا لهذا العالم العظيم عندما سن العالم أحداث وشخصيات في تاريخ الإسلام قراءة بسام الشمع إخراج سارة الحريرية رمضان كريم اشتركوا في القناة